تعال بقى نخش في المسال الاصعب بقى نعلي الليفل شوعي. مساء رقم 3. اما نسيبه الوستوتر تريتمنت بلانت برضو محطة بتاعت صرف يعني مبين صرف صناعي وصرف صحي وكميرشل وكذا. ده كده الوستوتر فالفلور اللي خارج عندنا 20.000 متر مكعب في اليوم. والب او دي فايف مش خلي بالك بقى اربعين ميلي جرام على اللتر. يبقى هو ده المعلومات بتاعت الوستوتر. لحد كده اول ما يقول ازا استريم خلاص يبقى ده الوستوتر كله. يبقى الوستوتر الفلو بتاع 20.000 متر مكعب في اليوم. البي او دي فايف اربعين. ودرجة الحرارة 28. خش بقى الاستريم. او استريم. او استريم فروم استريم. او استريم. او استريم او استريم فروم زا بوينت. اوف وست وترشارج. استفاون تو هاف اه مني من فلوريت او اتنين خمسة وسبعين اه من مية متر مكعب برساكند. وبي او دي فايف اربعة ميلي جرام على اللتر. ودي سولفت اكسجن كونسنتريشن تمانية ميلي جرام على اللتر. وتمبريتشر عشرين درجة. افزا فيلوستي. يبقى دي كده نفس المعلومات اللي فاتت بس بتاعت الاستريم. افزا فيلوستي ان دي سولفت اكسجن افزا ميكشور ار خمسطاشر من مية متر برساكند وتسعة واثنين من عشرة ميلي جرام على اللتر على التوارس بكتيفلي. ازا بي او دي اه ري اكشن ريت كي عشرين اه بيساوي خمسة وعشرين من مية دي منس وان ان تنبريتشر كوفيشن سيتا بواحد ستة وخمسين من الف. دي كل المعلومات اللي عندي. مديني بس زيادة عن الامثلة اللي فاتت. ان انا عندي بي او دي فايف مش ان انا عندي فلوستي للستريم خمساشر من مية. مديني دي سولفت اكسجن ساتوريتد افتر ميكسنج اللي اترام قال لي افزا ميكشور يبقى للخليط. بي تسعة واثنين من عشرة. فحتى لو حسبت درجة الحرارة الجديدة انا مش هستخدمها. فان انا جيبي دي سولفت اكسجن ساتوريت. انا هعتبر ان هو ده دي سولفت اكسجن ساتوريت. يعني انت لو جبت درجة حرارة جديدة وروحت حسبت القانون اللي كنت مندولك وطلع دي سولفت اكسجن غير اللي معطاة واشتغلت عليها غلط. فهو طالما معطى اشتغل على المعطى. دي سولفت اكسجن افتر ميكسنج تسعة واثنين من عشر. تمام كده? انت عايزي بقى. عايز طالبها. عايز دي سولفت اكسجن عايز التلاتة دول سهلين جد. هعمل ايه? هعمل ما تكملش. ما تخشش في اللعبة عاركة? تعال نشوف. انا عندي هوت رسمت لك بالمعلومات بتاعته. رسمت لك بالمعلومات بتاعته. هقول لك بقى والله انا هعمل ماس بلانس. هتعمل ماس بلانس ازاي سباك من المعادلة دي دلوقتي. انا هعمل ماس بلانس هوت. جبت الفلول اول حاولته متر مكعب برسكند. عشرين الف اسمتها على اربعة عشرين في ستين في ستين. دي الكيو بتاعت. آآ جبت الكيو مكشر الخليط اللي هو اتنين تمانية وتسعين. جماعة الاتنين يعني بمعنى صح. انت كده كده عارف الكلام ده كله. فتيجي تخش تعمل في درجة الحرارة بتاعتها زاد في درجة الحرارة بتاعتها على مجموع الاتنين. مجموع التوفلوز. فانعوض بالرقام بتاعتنا طلع درجة الحرارة الجديدة كام عشرين اتنين وستين من مية درجة سليزيس. خش على بعد كده. انت عايز اه عادي سهلة جدا. هتقول لي ايه? اقول لك التلاتة وعشرين من مية في الاتنين زاد الاتنين خمسة وسبعين في التمانية اهو. واجمعهم طبعا واسم على اللي هو اتنين تبانية وتسعين من المية. هتطلع معي سبعة تلاتة وخمسين من مية ميلي جرام على الليتر. عايزين بقى نجيب اه 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 افتر ميكسنج. انا ما عنديش هنا بس عندي ايه? عندي البي او دي فايف. فقدر اعمل ميكسنج برضو ماس بالانس للبي او دي فايف. هادرب في البي او دي فايف بتاعتها زاد الكيو ستريم او ريفر في البي او دي فايف بتاعتها على مجموع الفلوهات بتاعتي طبعا عوض بثلاتة وعشرين من مية بتاعت الويست ووتر في الاربعين زي الاتنين خمسة وسبعين من مية في اربعة على اتنين تمانية وتسعين من مية بيساوي طبعا ستة تمانية وسبعين من مية ميلي جرام على الليتر. بس كده هو مش عايز ده. هو عايز تمام كده? فانا مش ده اللي انا عايز اجيبه. انا عايز اجيب فانا اخدت القنون لابل كده. تعال نظهره كده. اللي هو عبارة عن عبارة عن في واحد ناصيه وسسالب كيتي. عايزك بس قبل ما انسى ترجع وراء الارقام دي لان انا حليت المساة دي مرتين تقريبا والارقام يعني كانت غلط فانا عدلتها فرجع وراء الارقام دي برضو بحيس انها لو غلط برضو تاني عبدلها انت ان شاء الله. طيب تفاعل ان هي عبارة عن في واحد ناصيه وسسالب كيتي. انا عايز اجيب ده انا معي البيو دي فايف. طيب اللي هي بخمس تيام. طيب الكي بقى الكي لو انا بعينها معمليا هتبقى عشرين درجة. الكي عند عشرين درجة. انما دلوقتي درجة الحرارة تلفت. درجة الحرارة الجديدة عبارة عن اللي احنا جبناها اللي كانت طالعة عشرين اتنين وستين. فلازم اعمل كوريكشن بدرجة الحرارة دي. فهو كان مدين الكي عشرين خمسة وعشرين من مية. اضربها في سيتا واتفنى ان سيتا دي هو مدهلي واحد ستة وخمسين من الف. بس احنا كمان كنا انه منتفقين ان هي لو درجة الحرارة بالنسبة لبي او دي. درجة الحرارة اعلى من عشرين بناخدها واحد وستة وخمسين من الف. لو ما بين اربعة وعشرين بناخدها واحد سبعة وربعين من الف. خلي بالك مش عايزك تلقبط ما بين ده والكوريكشن بتاع والري اريشن. طيب. فعوضنا هنا كده سيتة تمانية وسبعين على واحد ناصي وسالب بعد طلعت الخمسة وعشرين مية دي متين تمانية وخمسين من الف. فطلعت تسعة ستة وتلاتين من مية ميلي جرام على اللتر. بس ستة تمانية وسبعين دي مقابل ليها كام تسعة ستة وتلاتين من مية. طيب عشان نوضح دي اكتر وعشان الفكرة دي تترسخ بها في ذهنك. ليه انا بعمل تعالوا نبص كده على مرجعين بيتكلموا على الموضوع ده. اه هنا كده انا عايز اتكلم على السطر التاني مثلا. يعني بمعنى نقول لك كل المكيه بتزيد كل مماريت بتاع اللي هو يعني استهلاك اللي بيزيد. اللي هو اللي هو اللي ايه? وده اللي انا عايز اوصله لك بقى. ان انا عندي الويست. الويست ده بيحصل له. اه مع الوقت طبعا اكيد. هيحصل له بشكل كامل في وقت معين وفي مسافة معينة صح? اه وبناء على درجة الحرارة الموجودة وبناء على طبيعة الويست الموجود. كل ده تمام عوامل بتقصر. ولكن هل انا جبت جديد? هل انا زودت الويست? هو الويست هو هو. فبالتالي سبتة. هتوصل في الاخر بقيمة كزا. سبتة بقى عند اي درجة حرارة عند اي لوكيشن عند اي مسافة سبتة. ولكن اللي بتغير هو البي او دي ات اني تايم والك ده. والطايم ده اكيب برضو. ماشي? فهو ده اللي عايز الهولة كانة. لما الكي بتزيد الريت بتاع دي سولفد اكسجن اللي بيزيلك بيزيد. ولكن في الاخر هيوصل لبي او دي سبتة. تعال نوصل لفكرة اكتر ونرسخها اكتر بمرجع تاني اهو. يقول لك ايه كده? يقول لك اي دي ازا آآ بي او دي ريت كونستانت شود بي اكسبرمنتلي ديترمنت. يبقى انا لازم اعينها اكسبرمنتلي. لدرجة الحرارة بتاعت لي ايه? بتاعت المية الريسيفينج الويست. هاويفر ازا تمبريتشر اف زا ريسيفينج وتشانجز سروع وتزيير ان ديفر فروم زا لوكيشن تو لوكيشن. يعني بقول لك انت لو روحت عينته معملية لدرجة الحرارة بتاعت الريسيفينج ووتر اللي احنا اتفاني عليها هتبع عشرين اتنين وستين انت مش ضامن انها تثبت. ده هتختلف مع اختلاف الوقت واختلاف اللوكيشن من اللوكيشن لوكيشن. فلو انا برمي ملوص غير الملوص ده خصاص ومختلف عن ده هيجيب لي درجة حرارة اكيد جديدة. لو انا كمان في الصيف غير الشتاء. لو انا برمي مش عارف ملوص نوعه ايه غير الملوص نوعه كزا صح? فبالتالي ما اقدرش ان انا عين عن درجة الحرارة دي. وبالتالي انا بحسابها عادي جدا زي ما احنا شايفين عن درجة حرارة عشرين. بعد كده اعمل لها فهو بيقول لك هنا بقى ان اه طبعا الفكرة دي. سبع عشرين درجة في الهند. ملناش دعو بالهند. احنا خلينا في العشرين درجة بتاعتنا. which is then corrected to the receiving water temperature by using the following equation. which is based على اللي انت شايفه ده اللي هو كيتي كي عشرين في سيتا plus T minus عشرين. يا رب تكون واضحة. فلا انا عايز الملخص بتاع الكلام ده والموضوع ده ان انت بتشتغل لما يكون عندك بي او دي فايف هي اصعب شوية من نواية ديك بي او دي فالبي او دي فالبي او دي هتعمل وتخلص. انما بي او دي فايف اعمل عادي جدا ولكن لما تيجي تجيب بي او دي لازم تعمل للكيه لان زي ما تلك الكيه دي بتعين معمليا عند درجة حرارة عشرين. وعلى ارض الواقع هي مش كده. ودرجة الحرارة مؤسرة. يعني انا بقول لك الواس اللي عندك هيستهلك مع الوقت. تبقى ان درجة الحرارة موجودة اكيد. فكلما درجة الحرارة تعله كلما الاستهلاك بتاع الواس ده يزيد. وبالتالي هو هيوصل البي او دي سابتة ولكن في وقت اقال بس. يعني البي او دي سابتة. فلازم ترسخ المعلومة دي في دماغك كواس جدا ان البي او دي سابتة ولكن البي او دي هي اللي بتتغير والتايم بتتغير والك بتتغير. يا رب اكون واضحة وما لغبطكش اكتر. ماشي? طيب. نرجع بقى تاني بالراحة كده للقانون بتاعنا. انا قلت لك اول معلش يرجع للمطاليب تاني. اول مطلوب ده ممكن ما يطلبوش منك على فكرة. عادي جدا. والتاني ده كمان ممكن ما يطلبوش منك. اللي هو والكتنين اللي هي الري ارياشن ريت كونستن نلاحق لهم ساميه كي ار وان كي او كي ار مش فرقة. والدي اكسجينيشن ريت كونستن كي او اه برضو مش فرقة بالنسبة لي كي او ولا كي دي. عند الستريم لو بتاع الستريم ده ستة متر. والبي اكتيفتي كوفيشند خمسة وراتين من مية والتنبريتش كوفيشند سيتا واحد اربعة عشرين من الف للكي وارجع بقى للفيديو اللي فاته انا قلت لك المعلومة دي قلت لك ممكن انه هو يثبت لك السيتا فما تاخدهاش واحد مية خمسة وتلاتين وتتسرع اقرأ المعتقات كويس جدا وهنا مثبت لك واحد اربعة وعشرين من الف للايه للكي وان والكي تو فما تاخدش واحد مية خمسة وتلاتين درجة الحرار اعلى ولا ببص على درجة الحرار اصلا هي خلاص ثبتة واحد اربعة عشرين من الف عشان هي معطة بس مش اكتر. طيب الاتنين دول طبعا انا كان لازم اجيبهم ودول كلهم برضو كان لازم اجيبهم علشان خاطر اجيب ليه اللي هو المطلوب رقم ثلاثة هو ده اللي انا عايزه فخليني يعني لو انا يعني جالي مسألة صعبة والمسألة الصعبة دي معناها ان هو مش هلطل منك المطالب دي عشان يسهل لك الدنيا هديك على طول يقول لك ايه لو قال لك كده اروح كاتب القانون انا عايز قانون بتاعي هون قانون بتاعي ان انا جيب واجيب منه فانا عارف قانون وعارف قانون فادور بقى الحاجات اللي نقصاني والحاجات اللي موجودة عندي وقدر ان انا جابها صح وبالتالي كان ساعتها هبدأ افكر ان انا جيبي ليه المطالب اللي عندي في المعطقة والمطلوب رقم واحد والمطلوب رقم اتنين احنا كده جبنا المطلوب رقم واحد تعال نجيب رقم اتنين هو سهل جدا بتاعلا نجيب اللي هي اللي هي اللي هي فاول حاجة اللي هي عبارة عن عن درجة حرار عشرين اللي هي خمسة وعشرين من مية زي اللي هي مضروبة في اللي احنا عارفينه طبعا وهو قلنا من واحد من عشر ستة من عشر هو متدهولي هنا تقريبا بخمسة وثلاثين من مية على ما تذكر اه على الاتش اللي هي كان من الدهالي بستة متر فاعوض خمسة وعشر من مية زائد خمسة وثلاثين من مية الفلسطي في خمسة وثلاثين من مية على ستة هتطلع متين تمانية وخمسين اه من الف دي ماينس وان حيزك برضو تراجع الرقم ده كويس جدا طيب احملو كوريكشن بقى لان هو عند درجة حرار عشرين وبالتالي انا عندي درجة حرار عشرين اتنين وستين من مية فاتم متين تمانية وخمسين من الف في واحد اربعة وعشرين من الف آآ قص عشرين اتنين وستين من مية نقص عشرين هيديني متين اتنين وستين من الف تعال نجيب الري ارياشن ريت كونسن دية كيتو هي عبارة عن تاتة وتسعة من عشرة في اليو اس نص على اتش اص واحد ونص عوض هنا باليو بخمسة واشر من مية اص نص والاتش بتاعتي ستة اص واحد ونص هتطلع الكيتو اه مية وثلاثة من الف طبعا زي ما انت شايف هنا ان الستريم ده اقل من ودي حاجة طبعا مش كويسة يعني المسال السابق لو تفتكر كان يدي لك يعني باربعة من عشرة وكان يدي لك التانية باتنين من عشرة على المتذكر ولما عملنا بقت سبعة وتلاتين من مية وتلاتاشر من مية فكانت كويسة انما دي العكس ان هنا اقل من دي اكسجينيشن هعمله طبعا كوريكشن برضو فالمية وتلاتة في واحد اربعة وعشرين من من الف اوس اتنين وستين من مية فهيطلع كام مية واربعة يعني لحسن الحظ ان حتى لو ما عملتوش كوريكشن مش هيفرق قوي ولكن برضو يعني ما تعتمتش على الكلام ده انك لازم تجرب في الحل بتاعك وهي خطوة سهل لما تنسهاش برضو يعني خطوة بسيطة جدا انك ما تعديهاش ولكن هي اعتقد مش هتفرق قوي في الارقام اللي جاية ولكن مهم جدا تعملها لان هي سهنة فاي تعالي بقى نخش على التي كريتيكل التي كريتيكل احنا عارفين القانون عبارة عن واحد على كي تو نعص كي وان آآ لن كي تو على كي وان في واحد نعص النيشل ديفسد كي تو نعص كي وان آآ على كي وان في الالتيمت بيو دي النيشل ديفسد بس انا ما اجبتهاش انا عندي بتسعة واتنين من عشر اه دي ما كانتش بقى مطلوبة هلازم اجيبها هنا هي الوحيدة اللي مش موجودة عندي تسعة واتنين من عشر ناصل دي سولفت اكسوجين افتر ميكسنج اللي هي سبعة تاتة وخمسين من مية هيديني آآ آآ بواحد سبعة وستين من مية ميلي جرام على الليتر خشي بقى عوض بالارقام بتاعتك مية واربعة وهنا متين اتنين وستين آآ من الف وهنا نفس الفكرة هوت واعوض بيه بالتسعة ستة وتلاتين اللي انا جبتها هيطلع معايا باربعة تلاتة وتلاتين من مية دي خشي بقى بالتي دي عوض في قانون الدير عادي جدا هيبقى اسمه الساعة فانت لو عوضت بالتي آآ اللي هي في قانون هيجيب لك يعني عند عند لما عوض بالارقام بتاعت زي ما انت شايف كده هتطلع معايا خمسة سبعة وتسعين من مية ميلي جرام على الليتر طبعا مش ده اللي انا عايزه انا عايز اجيب ليه فهطرح الرقم ده زي ما احنا عارفين من هطلع معايا بتلاتة تلاتة وعشرين من مية ميلي جرام على الليتر طبعا بتاعه زي ما احنا اتفقنا هنجيب الفلسطي وهنجيب ليه الى واربعة تلاتة وثلاثين ونضربهم في بعض يبقى الفلسطي عندي 15 من مية آآ واتايم اربعة تلاتة وتلاتين طبعا هحول الوحدات فخمسة شير من مية آآ آآ في اربعة تلاتة وتلاتي من مية دي متر بيل ساكن دي ده فهضرب الدي في اربعة عشرين في ستين في ستين وطبعا هقسم على الف لانها للي هو احدى يطلع لي بالمتر فهيطلع معايا ستة وخمسين واطناشر من مية كيلو متر طبعا لو قالك سكتش ويفضل ان انت تعمل سكتش فارسم اللي انت اخدته معايا في الفيديو اللي فات وفهمته الحمدلله ان شاء الله يعني ووضح بقى عليه الكريتكل دي عند مسافة ستة خمسين كيلو ويه بقيمة دفست خمسة سبعة وتسعين ويه ديسولفت اكسجين تلاتة تلاتة وعشرين وطبعا يرسم خط بنقط كده ان هو ايه هو ده اللي بحدد لي اللي هي تسعة اتنين وعشرين ويفضل تحسب كمان عندي مسافة ابعد من الستة وخمسين وهي مسافة اقل من الستة وخمسين عشان تبين ان ده بيزيد مع الوقت بعد كده وكان برضو ازيد من تلاتة تلاتة وعشرين قبل المسافة دي بحيث انك ترسم شكل اه يعني كويس انك جايب عليه تلات نقاط نقطة قبل ونقطة اه بعد ونقطة اللي هيكت مطلوبة منك اصلا انك تحسبها يا رب اكون قدرت ان انا افدكم في موضوع شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته